موسيقى مساء الذوق والاناقة والجمال حلقة يديدة من حلقات ساشن وكونسبت يديد وموضوع يديد موضوعنا اليوم عن الاحترام الاحترام اللي هو مبدأ المفروض توفر في كل علاقاتنا وفي كل تصرفاتنا مع ضيفة اليوم الشيخة عواطف الصباح لايف كوتش بناخذ منها التبس ونصايح تفيدنا إن شاء الله كلنا الموضوع اللي بنتكلم فيه معاها والناقشة بتفاصيله اللي هو بلص علاقتنا وارتباطها بالاحترام أناقتنا وسلوكنا ومن اللي ولد هذي المبادئ عندنا هالأهي الأسرة أم إحنا نطور من نفسنا ونحاول إننا نسوي أبغريد حق بعض الخطوات أو بعض التصرفات اللي إحنا نحسها عاد إننا أهي غير لائقة أو غير مناسبة كل هالسوالف بنناقشها مع ضيفتنا الأنيقة الشيخة عواطف الصباح أهلاً معاكم لايف كوتش عواطف الصباح أنا لايف كوتش أقدم كثير من الاستشارات بجميع أنواعها أقدم استشارات الزوجية وكذلك أقدم استشارات العلاقات وكذلك علاقات البزنس في ناس وايد يقولي في مركزي بيورسول عشان يغيرون نفسهم إلى الأفضل في بعض الأشخاص يحبون يأخذون استشارات شلون يطورون نفسهم وشلون يكتشفون ذاتهم وشلون يعرفون شنو نقاط الضعف ونقاط القوة عندهم وفي ناس يقولي على أساس يعرفون شلون يتعاملون بالعلاقات مركزي يقدم الكثير من الخدمات أنا أقدم أكثر الخدمات من ناحية الاستشارات وكذلك نسوي تمارين تنفس وتمارين مختلفة تساعد الإنسان أن يصير عنده توازن بين الذهن والجسد والروح كل إنسان يحب يطور نفسه إلى الأفضل إيا عندنا بيورسول عشان يطور حياته ويكتشف ذاته أنا بنفسي حاولت قد ما أقدر أن أقدم كل الخدمات في بيورسول عشان أساعدكم حسيت بنفس الإحساس اللي كلكم الحين تحسون فيه حسيت أن أبي أحد يساعدني حسيت أن أبي أحد يسمعني بس بدون ما يطلق علي الأحكام حسيت أنه والله يمكن لو أقول حق أحد من دائرتي لصغيرة أختي ولا أمي رح ينشغل بالهم علي لكن ودي أبوح حق شخص يسمعني بدون ما يطلق علي الأحكام ولما أبوح له أطلع منه ما ينشغل باله علي ولا يتوتر ولا أحرمه من نومة الليل العزيزة علي كل إنسان فينا يحب يتجرد ويحب يقول كل اللي بخاطرة بدون ما يكون عنده قيود وبدون ما ييلى واحد يقول له لأ أنت خطأ لأ أنت صح لأ اللي سويته مستحيل لأ اللي سويته ما ينسكت عليه لأ يبي إنسان يسمعه ويكون عنده إنصاد تام حقه ويعطيه بعض الحلول ويراويه مراية نفسه ويعكس له نفسه ويراويه شنون يتعامل مع الحياة وعلى مصاعب الحياة فأتمنى أن كلكم تستفيدون من اللايف كوتشينج وتطورون حياتكم سواء بجلسات اللايف كوتشينج أو بالقراءة أو بأشياء كثيرة تساعد الإنسان أن يطور حياته إلى الأفضل مساء الأناقة نورتيني اليوم الله يسلمت مشكورة أنا سعيدة بلقاءكم اليوم حبيبتي أنا أسعد طبعا أنا عندي وايد سوالف ودي أتكلم فيها بس برحبتي معاك بكونسبت الحلقة اليوم اللي هو الاحترام الاحترام أنا من وجهة نظري أشوف أساس أي علاقة في الدنيا وبما أننا نتفقين على أن الأناقة سلوك فالاحترام من السلوكيات الأساسية اللي المفروض تكون موجودة في كل شخص في تعاملاتنا في تصرفاتنا في علاقاتنا مع كل الناس باختلاف أجناسهم وعلاقتنا فيهم فأول شيء بأشوف في وجهة نظرك في هذه النقطة عشان أدش بعدين في الموضوع اللي أعتقد أنه راح يكون ويد في ديتيلز والله صراحة شروط أنا أتفق معاك الاحترام وايد مهم للأسف في بعض الأشخاص يعتقدون أن الاحترام حق فئة معينة احترامي فقط لمديري بالعمل لكن أروح البيت مثلاً مربية عندي ما أحترمها لأنها تشتغل عندي هذا الكنسبت الخاطئ بعض الأشخاص يسوونا كان زي لو إحنا اليوم نلقي عليه الضوء أنت لمن تحترم تحترم الناس بجميع مستوياتها أنت لمن تحترم تحترم جميع الأجناس جميع الديانات جميع الأعراق بغض النظر عن أهو منه أهو شنو أي من أي بلد هذه الأشياء كلها ما لها شغل بأن أنت تكون محترم مع الآخرين وأنا لمن أكون محترمة مع الآخرين أكون قدوة حق غيري فلازم نبتدي بأنفسنا ونراجع نفسنا هل أنا أعامل كل اللي دار مداري بالاحترام ولا أعامل بس اللي بيني وبينهم خوف أو سلطة باحترام أنت توقعين الناس اللي ما تتعامل بالاحترام طبعا الاحترام أكيد يعني احترام الشخص حق الناس نابع من احترام حق نفسه في النهاية يعني فتوقعين سبب انتشار الآن في يعني أنا شوف أنه وغيد منتشرة صلفة عدم الاحترام حتى في العلاقات العادية يعني بين الأصدقاء بين الأهل من باب الميانة نعم صح وهذا مصطلح أنا شوفه خاطئ جدا فيريت نفسر للناس شغلتين الأولى سبب انتشار هذه الظاهرة ليش الناس قامت تعتقد أو التصور أو التخيل أن عدم الاحترام نوع من أنواع الميانة وسبب انتشارها يعني ليش انتشرت الحين في الفترة الأخيرة أنا يعني على جيلنا أنا أقول جيل الطيبين ما كانت هذه الظاهرة موجودة حتى في برامج التلفزيون حتى في المسلسلات أنا أشوف أنها صارت ويد منتشرة الألفاظ البذيئة للأسف صارت متداولة صغير عن قبل فشنو توقعين السببب أنا أشوف الميديا طبعا لها أثر كبير نشوف المسلسلات اللي قاعدة يعني تتنعرض للأسف يراوون أن يعني في البيت الأخوان بينهم بين بعضهم يصير هالشتم وهالعنف اللفظي وكأنه شي عادي فالإنسان لما يشوف هذا الشيء يتوقع أن مدام هما عايز يسويونه خصوصا للأطفال والمراهقين لما يشوفون هذه الأشياء يقولون أوكي إذا هو كاهو بالتلفزيون قاعد ينعرض والناس قاعد تقبله علي ليش ما أنا مثلا أجر بقول حق صديقتي ولمن صديقتي ترد تقول لي اللي دار مدار نيسمعونه ويحسون أنه أوكا كاذ يتقول ومتقبلين منها حتى أنا خنقول وتكرار المصطلحات هذه تصير عادية تصير عادية لأنه مثلا شيء إذا صار جدامك مرة تستنكرينه لكن عندما تشوفين أشخاص يسويونه ويقولون نفس يتفوهون بنفس الألفاظ يصير وكأن هذا شيء عادي قبل مثل ما قلت يعني بجيلنا في البيت كان كلمات حتى أبسط شيء تعتبر بالنسبة حقنا كلمات بذيئة وما نستخدمها الآن تلاقيين الأطفال عندما تروحين بالسوق يقولون كلمات أنا أستغرب ويقولون كلمات يقولونهم وأهلهم لهم دور كبير أنهم يوجهونهم لازم لما الإنسان يشوف مثلا ابنة أو بنتة تتلفظ بألفاظ يعني غير مقبولة وفيها شتم لازم أمولا أنا أكون قدوة حقها لما أنا يشوفوني كأب أو أم لا أتلفظ بألفاظ في البيت أهم كذلك ما رح يسوون هالشيء ولما يشوفون أن أنا ما أسمح رح يصير عندهم آه أوكي مثل جرس إنذار أم وابو يقولون هالكلمة خطأ يراجع نفسها أنا كلمات يعني أنا قاعدة أقولها صحيحة أو لا صحيحة يمكن يبدأ يصلح صحيح ويشوف ما تداول في البيت فأهم يصلح صحيح أني حق الرد على موضوع الاحترام واحترام الأذواق يعني لما نتكلم مثلا عن الفاشن أو عن الأناقة كجزء من سلوكيات التي نعتمدها في حياتنا في ناس اتفه من اهتمام الشخص بأناقته يعني تربط أن الشخص أو خلينا نقوله السيدة التي تهتم بأناقتها فهذه إنسان مثلا خلينا نقوله مثل ما ما يقولون تافهة ومو منجزة ومو يعني ما وصلت لي شيء أو حتى يربطونها في دراستها حتى شنو رايج في هذا التوجه أو شنو النظرة هذه للناس وبالنسبة الاحترام الأذواق يعني حين فيه شقين شق تدفيه الشخص الذي يهتم بأناقته وشق احترام الأذواق يعني فيه ناس تشوف مثلا أي شخص ذوق يختلف عن ذوقها فهذا شخص يعني ما عنده ذوق و تشوف بصورة مو بس تشوف بينها وبين نفس للأسف صار فيه تنمر مثل ما احنا ملاحظين على الناس اللي ذوق يختلف عن ذوق بأشياء يعني تربينا عليها ومعتقدات صارت قديمة ما يعني ما تواكب التطور اللي احنا فيه احنا الحين صار عندنا انفتاح صرنا دول مدنية صار عندنا يعني ذواق مختلفة بالفاشن قبل يعني كان اللبس مختصر على شي بسيط الحين صار يعني وايد أكو موديلات وايد أكو أشياء أديدة البنات والأولاد قاعد يجربونها للأسف في بعض الناس عندهم يعني معارضة حق هذا الشيء وكأن هذا شيء دخيل علينا وما نبي أحد مثلا يلبس هذا اللبس المعين بالحكس هذا نوع من أنواع التطور مثل ما أنا أطور سلوكي هم اهتمامي بنفسي وتطويري حق ذوقي ومواكبة الأشياء الحلوة اللي قاعد تتلع هذا يدل على تطوري لكن إذا أنا مثلا في بعض الأشخاص ليش يتنمرون يتلاقيين أهوى يلبس هذا اللبس المعين هو وده من داخل بس نفسيا ما عنده ثقة فلما يشوف شخص لابس لبس معين أو واحدة لابس لبس معين وهي ودها تلبس نفسه بس مو قادرة حاسة أنه فشلة حاسة مو متعلمة على هالستايل أو ما يناصب جسمها فتحاول عشان تقلل من قيمة أو قدر هالستايل هذا تنتقد الشخص فدايما أنا لما أنتقد أصير أنا أحس نفسي أنه أنا أرفع من هذا الشخص بما أني أنا أنتقدته معنات أنه أنا أحسن منه فإيقومون ينتقدون الآخرين وبدال يشوفون نفسهم وصلحون نفسهم يعطون نفسهم الحق طبعا هذا باطل ليس حق أنه أنا أنتقد الآخرين وأدخل بسايل لبسهم وطريقة شعرهم وطريقة مكياجهم وهذا شيء غير مقبول لكن لازم نحن نوع الناس على هذا الشيء لما أنا مثلا أقول حق لي دار مداري يعني أنا لا أقبل أنت تعليق تعليق سيئ على هذا الشخص مثلا نصير كلنا لدينا وعي أنه صح لماذا نقول هذا هل أنا أحب أن أقول عني شديد لا لماذا أقول عن غير شديد أواعي أنزين لأن تلاقي حتى الناس ترى يعني اللي سيوون هذا الطبع أمو مو قاسدين سوء بس هم تلاقي برمجو عاشوا ببيئة من طفولتهم يشوفون أن هذا نوع من القشمرة نوع من مثل ما قلت يلميانة نوع من هذا فهيقومون يسوون بدون وعي ما أحد مساكم قال أنت هذا شخص تتنمر عليه أو تقول أن لبسك مو حلو أو تعلق عليه أنت قاعد تجرحه وقاعد فشله وقاعد تهز من تبنفسه بدون الوعي بإمكانية جرح إحساس الآخر صحيح والدليل أنه في بعضهم تلاقي أنها تعيب على شغلة وبعد فترة أهي تلبسها صحيح الآن عرفت التفسير يعني كنت لما في ناس التنمر خاصة في السوشيال ميديا يعني هذه ظاهرة منتشرة وعيد كنت أسأل نفسي كيف قدرت تدول هذا اللف وتجرح غيرها يعني مو قادرة مو عندها ثقة ودها تسوي فتقعد عقوب فترة تلاقي إحساس يتهى الجراءة شافت عدد أكبر قام يهب بهالستايل شافت إنه إحساس صارت يعني مثلا ستايلها قديم وهذه صار ستايل هم وهو اللف فتبتدي إحساس تغير وتلاقي من سنة منتقدة هذا ستايل صحيح الآن أنا أشوفها يعني أفأسرها بالنسبة للناس اللي تمشي وراء الهبة يعني بصورة عمية مثل ما احنا نقول ضعف شخصية هل هو عدم ثقة بالنفس أنت ش تشوفين ساعات في بعض الأشخاص يجذبون الانتباه يجذبون الانتباه بطريقة خاطئة فيقومون يحبون بأشياء ما تلائمهم ما تلائم مثلا قصة جسمهم ما تلائم لون بشرتهم ما تلائم طبيعة حياتهم بس على أساس أنه أوكي أنا هبيت بشي ديد وحاول أني أكون مميز هل هي يعني تحس تعطي ثقة حق نفسها مثلا تلفت الانتباه تحس أنه أنا مثلا لما سوي شي ديد اللي غيري بعدهم ما سووا أنا قاعدة ألفت الانتباه وهذا الاهتمام من الآخرين والانتباه اللي أنا ما أخذته في بعض الناس ييبليهم سعادة أنه أنا مميز الناس قاعد يشوفوني ترفع الانة عنده إن أنا آه أوكي أنا أول شخص هبيت مثلا به السيارة أنا أول شخص هبيت به القصة أنا أول شخص مميز بهذا الشي فآه أوكي هذه القصة صارت لما أنا بديت أسويها كل ما قام يسويها فيحس هذا التمييز يعطي يرفع عنده الانة ويحسس أنه هو يعني مميز مختلف عن الآخرين أنا أحس أنها عكس التمييز لأن الهبت خليت يعني أنت والمجموعة لهذه الفئة التي هبت فيها الشغل صوروا كلكم نفس الشي لا يوجد شيء يميزكم صحيح بس أهم يحسون أنه يشيديد يشيديد أتوقع أن كل هذه العوامل التي تكلمنا عنها أساسها الأسرة أيديني أمي أمي الأسرة هي النواة الأولى التي تكون كل شخصيتها بالأسرة فلازم تكون البيئة صحية لازم يكون عايش على أسس على احترام نفسه وإحترام الغير لما الأسرة تبني هذه الأشياء ستجد ستجد أن الطفل سليم لأن الطفل أول خمس سنين هو طفل غير مدرك لكن يتبرمج على محيطة فإذا يرى أمه وأبو الطريقة لتعاملون معها ويتعاملون مع بعض فيها ويقوم أهو بالعقل الباطل يخزن هذه الأشياء ولمن يكبر يبتدي يسويها هو ما يدري بأي وقت تبرمج يمكن بالأربع سنوات بالخمس سنوات شاف مثلا لا سمح الله مثلا والدي يصرخ فصار عنده برمجة أن الصخاخ عادي شاف مثلا أن أمه يعني دائما تتذمر فصار عنده التذمر عادي ينشأ بهالأسرة فيحس أن أي شيء من سلوكيات قاعدة تصير بهذه الأسرة هذه سليمة لأن هذه الأسرة التي أنا عشت فيها لا أعرف غيرها يذهب إلى المدرسة يرى أن أنه لا تصلوق غير لكن يكون صغير لماذا يكبر ويصير عنده وعي أن تصرف الأهلي كانوا يسوون في البيت كان خطأ أو مثلا ما قلنا التنمر أو أن الواحد ينتقد بشكل جارح اللبس أو هذا يمكن أن يسمع ببيتهم بين أخوان وخواته عادي لكن عندما قال صاحبة أو صاحبتها في المدرسة يرى أن لا يسعجل الهم الكلام لا يكتشف هذا الكلام لا أثاري لا يتقبلون كل الناس ومعادي تبدأ يصبح إضاءة لا لا يسعجل هذا الكلام يمكن أن نعلم عنه فهذا أهم شيء أن أنا أعلم أبنائي على الاحترام على القيم على المبادئ العالية لأن أهم لما يكبرون أنا خلاص أنا كفاية أن أكون قدوة أنا أكون قدوتهم بتصرفاتي بمعاملتي باحترامي لهم أهم يصرون نفس الشيء فعلا كما أصدقائي بالنسبة لحالات التي تتعلم أكثر هل هم الأهل أو الأبناء أو الناس التي تتوهبات تتكون أسره يعني كثقافة أن شخص يتوجه حق ليف كوتش عشان يفعل نفسه يعني أنا أستنس لما أشوف شخص طموح وحاب أنه يطور من نفسه فأي 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 تتعلم أكثر والله صدقين أنا شروق لأن متخصصة بكذا مجال فيوني بعدة احتياجات في بعض الأشخاص يبون يعرفون نفسهم يعرفون اكتشاف الذات شنو نقاط القوة عندهم شنو نقاط الضعف عندهم شنو النقاط اللي لازم يصلحونها مثلا سرعة الغضب أو سرعة التوتر أو يعني يكون ما عنده شغف أو ما يعرف شنو أهدافه فنقعت مع بعض ونطلع هذا القيم وعلمة شنو نقاط القوة وماذا يستثمرها وشنو نقاط الضعف وشنو نقاط قوة فيه أشخاص تانين يعيوني مثلا يكون مشاكل بين زوجين أو واحدة يكون عندها مشكلة بالعمل مع زملائها أو مع مديرها مو تعرف شنو تعامل ما عندها مهارات التعامل تلاقي ما عندها إنها فن الإنصات ما تعرف إنها عندها خاطئ فأهم إيوليم هذا وإيوليم بعض البنات والشباب يكونون مقبلين على زواج وما يعرفون ما يتعاملون ومتى يكونون واضحين وهل يجب أن يضعون أقنعها أو يكونون واضحين مع شركة الحياة فهم نتكلم هذا مهمة على فكرة فينا أنا أحس على قولتك أقنعها هي ليس أقنعها بمعنى أقنعها لكن يجب أن يكون هناك مقلات في العلاقات أو ما يريد في هذه نقطة مثلا العلاقات العمل لا يجب أن نضع بعض الأقنعها على أساس أن يكون عملنا مجموعة لكن في الزواج يجب أن تسقط الأقنعها يجب أن أقول ماذا قيمة وهو يقول لي ماذا قيمة ماذا مبادئ التي أريدها في حياتي وماذا يحب حياته لأن لا يجب أن تتزوجون عقوب فترة صغيرة يتطلقون تقول لا عندما تزوجنا صار شخص ثاني أو مثلا في أشياء كان يقبل فيها ونحن صار فجأة ما يقبل فيها أو أنا أبتدي مشروع يديد طلع أنه لا يجبني أشتقل لماذا لأنه لم يكن أضحي من البداية ما قالت لأ قيمها ما قالت لأن أنا عندي قيمة العمل مهمة قيمة أسرتي مهمة لازم أمضي معهم وقت أصحابي عندي هذا أبي يسوي مشاريع أنت تقبل بهالأشياء أو أنت متحفظ بطريقة على واحدة من قيم ما تبيها من البداية كل واحد يحط أحلى قناع لنقول عنده أساس يطلع نفسه بأفضل صورة لكن بعد الزواج تبتدي المشاكل لا أنت لن أرزي أنني أشتغل بيئة عمل معينة لا مثلا أو أنت لم تقلل أنت تسافر هل كثير عملك يطلب هل كثير تسافر أنا لا أقبل أنك تسافر فيصير من هذه الأشياء صغيرة وأشياء أكبر أكبر مثل الأبناء عدد الأبناء مدة السفر مكان السكن كل هل أشياء يجب أن يكونوا واضحين فيها ونرجع وأشياء أشياء ساعات في بعض البيوت يصير عدم احترام ويصير عنف لفظي ويصير شتم بينهم ويقولون أنه بحالة قضب أنا شتمت أو بحالة قضب أنا صرخت وين الاحترام راح أو مثلا بعض الناس العنف الجسدي أنا شفت من الرجل ومن المرأة وانصدمت صراحة في أن هذا درجة صار منتشر بسبة الغضب حتى ما يمسكون نفسهم ومفعالاتهم ما توقع عند السبب عفون يصير مثلا تراكمات مشاكل وائد أو شخص يحس أن ظلم لماذا انتشر في الفترة الأخيرة أكثر من قبل قبل ما نحس أن هذه الأشياء كانت موجودة سرعة الحياة ضغوطات الحياة كورونا أشياء وائد عرفتي حين تحسينا أن حريتنا تقلصت الانسان كان يقعد بعمله ثمان ساعات ويقعد في البيت أربع ساعات صار وقعد طول النهار في البيت ما صار عنده متنفس النوادي سكرت في أشياء صارت مع كورونا بعد زادت الانفعالات والتوتر عند الناس توقعين نوع من أنواع الانفجار مثلا صد لأن تراكم تراكم بعد مع كورونا حكرت الأشياء الناس لم يكن تتصرف على طبيعتها الريال إذا كان يذهب دوانية بطل الزوجة تخاف عليهم تخاف عاديهم تقعد بالبيت فصار لم يكن متنفس فصار متنفس مع بعض وصار لأن لا يوجد احترام من الأصل زادت عاد دائما مثل ما قلت احترام هو المفتاح لأي علاقة بين الزوج وزوجته بين الأب وأبنائه بين الأم وأخواتها وبين عيالها هو الاحترام حتى ترى أنا أقول نقطة ساعات نقول مثلا مثلا ابني أو بنتي عمرها عشر سنين حقيني أنا أشتمها أو حقيني أنا أربيها بإني أصرخ عليها لا هذا عدم احترام من الطفل ليم أي عمر وحقهم من فيها في هذه الحالة عدم الاحترام نصر عندها عادي وعلى مصبت أنه أظن أنا قد ربيها أنا أصبع عليها هي مثلا ما يعبد العلامة فأنا شتمت هي الشتم لا هي حقها الاحترام هذه إهانة هذه إهانة لا تشتمون أبنائكم ولا تضربونهم ولا تقولون أن هذه طريقة التربية هذه مو طريقة التربية هذا كل يسبب لهم أعلام نفسية وتطلع عليهم بالكبر بأشياء لا يعرفوا يتعاملون معها طبعا الحديث معات شيغ جدا 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 وأنا أخذت من نشفعد أنه في حلقة ثانية لأنه مواضع وايد أنا حابة أتكلم فيها بس أبي أختم لقائي فيك بأسئلة يعني بيور أناقة خلينا نقول يلا أنا شفت فكتش اليوم استنست من شغلتين طبعا أنا مختارة ضيوفي كلهم يتميزون بالأناقة فهذا خالصين مننا بس استنست أنت كنتي لابسة أسود مثلي فكنا ماشين بالصدفة يعني لو سألتش لما يتي اختارتي الأوتفت اليوم على أي أساس اختارتي والله أنا دائما أختار شنو اللقاء اللي أنا بسوي فأنا غالبا أطلع وأتكلم على الصحة النفسية بشكل بروفشنل وبس عن الصحة النفسية فتلاقيين أقل بمقابلاتي أكون لابسة سوت فورمال أكثر ايه وفورمال لأن أنا بتكلم عن أشياء عن الصدمات النفسية عن دور الضحية وعن أشياء فلما عرفت أن حضرتك فاشن دزاينر والليوم رح نلتكي بطريقة يعني مو نتكلم بس عن الكوتشنج وعن أثير على سلوكنا فقلت لأ خلاص 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 وخلاص على أساس أنت بس بيضاوي أنا متابعين من زمان وقالت أشوف كل البوست اللي تنزلينهم الفتاة نظري أناقتش لأمانة يعني مو لأنك موجودة جدامي بس فعلا أنت دقيقة فأحبتك ومتميزة لتش كاركتر خاص أنا أشوف أن من مويزات الشخصية أن لما تشوفينها تعرفين لها ستايل معين لها كاركتر خاص فيها يميزها عن غيرها بعيد عن الهبة صح 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 أنا صراحة شروق يعني دايما لما مثلا بطلعت أو بالتصوير أو بالإذاعة أحرص على طبيعة المكان اللي أنا رايحة فعلا وأحترم هذا من نوع من أنواع الاحترام شروق هذا من أحترم أنا مثلا طالعة بتلفزيون بلدي شنو بكون لابسة أنا طالعة بالإذاعة شنو اللبس اللي توافق مع بيئة العمل احترام المجتمع اللي حوالي احترام المجتمع انذين هذه الأشياء يعني مثلا قير لما أكون أنا طالعة على عشا ولا طالعة مع صاحباتي هذا يكون طبعا لبسي مختلف لكن أنا دايما أحترم اللي بيطالعني وأحترم يعني طبيعة الناس اللي قاعدين يسمعوني وأحترم نفسي كذلك أن أنا أبي أطلع بالصورة المميزة اللي أهم يحسون أن إيوالله قاعدت تكلم الطريقة ما ينفت نظرهم شكلي كثير ما أبيهم يسمعون كلامي صحيح بس هم إحنا نرد على نقطة أن الشكل واهتمامنا بأناقتنا ما ينفي عقلنا أكيد 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 أمية بالمية وسؤالي الأخير اللي أختم فيه مع كل ضيوفي من باب أيضا احترام الأذواق لو حضرتك اللي آية مختارة الأوتفت اللي علي باعتبار أكيد إحنا أذواقنا مختلفة وكل واحد استايله وذوقه واختيارات تختلف ما هو التغيير أو الشيء التي تغييرنا في اللوكل اللي أنا لابسته ما فكرت في اللي أنت لابسته قصدي لو أنت بتلبسنا لو أنت بتلبسنا لو أنت بتلبسنا يعني فيه ناس أقول لك على سبيل المثال ما تتجرأ تلبس الأكسسوار الواضح مثلا أنا أحب الأكسسوار الواضح بس وائد حل ما شاء الله إليك بس أنا أحسح إذا أنا بلبسه صح إذا أنا بلبسه إذا أنت بتلبسه إذا أنا بلبسه ما رح أحط يعني شيء مثلا إيدي هذا أنا لشخصيتي أحسس ما أقدر أقصي شيء واحد بس أنت إن شاء الله مع الأسود وشيء مركبته لايك على شخصيتي وهذا النقطة اللي أقولها دائما لما نفكر باختيارات الناس عشان نقدر نستوعب باختياراتهم لازم نعرف شخصياتنا مختلفة فساعاتنا نشوف ناس نقول والله حلو عليهم بس أنا ما أقدر ألبس جدي لأنه ماشي مع شخصيتها أهي صح ونهني لازم نقدر اختلاف الأذواق ونحترم هذه الأذواق وائد مهم وائد مهم ونعلم نفسنا شروع ونعلم اللي دار ما دارنا إن نوقف انتقاد صحيح نوقف انتقاد يعني أنا أقول حق نفسي ساعاتنا نحن كنا تدربنا على شيء فقعد أقول ما بي أقول أي انتقاد حتى لو مثلا ألا قلتش على اللبس أو قصة شعر أو هذا حتى ذاكل يام أقول حق بنتي أقول لها ذكريني وأذكرت إذا بتوني مثلا بقول مثلا هذي مثلا ليش شعرها لون فاتحة مثلا أحمر مثلا ذكريني مثلا ما أنا بيقولها شيء خلاص 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 نسوي هذا الجيم إن أنا ذكرت و فإحنا لازم نزيد الوعي إن لو إحنا كل مجموعة بنات أو شباب لا ترحنا اتفقنا ما راح ننتقد أحد راح يصير وعي مجتمعي لكن إذا مثلا أحد انتقد والثاني كمل وكمل ما راح يخلص الانتقاد بس أنا حبيت هذا الجيم راح أطبقى أنا بعد راح أتتفق معالي حوالي نورتيني وأمتعتني طبعا كل كلمة قلتها كانت مفيدة لا استفتت منها وأكيد والمشاهدين إن شاء الله بيستفيدون منها وكلمة أخيرة راح تحبين نبولينها حق المشاهدين والله أنا أشكرت طبعا على اللقاء هذا وأنا استمتعت معاك وصراحة ما حسيت أننا لقاء لأنا كان مريح وسهل وصد حتى أنا استنست بالمواضيع وأنا أقول إن شاء الله اللي متابقين يتابعونا يمكن الكلام اللي قلنا والإضاءات اللي قلناها والمواضيع اللي طرحناها مو شارط يستفيدون مننا كل يمكن شيء واحد لامسهم يمكن شيء واحد قال إيوالله هذا الشيء أنا ودي أغير بنفسي من اليوم بابتدي أغير نفسي بهذا الشيء أنا بالنسبة حقي كفاية إننا سويت إضاءة صغيرة بحياة إنسان هذا شيء وايد زين فإن شاء الله كل اللي تطرقنا لألامس الناس أكيد إن شاء الله وبالتوفيق ولي لقاء ثاني أرصر على هالموضوع أكيد إن شاء الله إن شاء الله لنا حديث آخر بموضوع آخر وأكيد تسرين أي مكان تكونين فيه الله يسلمك من دوق وشما تقسرين مود بورد اليوم وهو البلاك كلنا متفقين على أن اللون الأسود وهو سيد الألوان وأعتقد إنه هو لون حيادي يمشي مع أي مكان ويمشي مع أغلب الناس إذا ما كانوا كل الناس عشان شدي أنا أعتبر اللون الأسود هو الجوكر اليوم كنت محتارة ما أنا عارفة بالضبط اللي أنا بصور فيه فعشان أكون بالسيف سايد اخترت اللون الأسود زائد بالصدفة والصدفة الحلوة ضيفتي اطلعت لابسة أسود مثلي فكنا ماتشين وماشين مع ثيم ومود بورد الحلقة ليش اخترت الأسود؟ لأنه باعتقادي إن اللون الأسود لازم يكون متوفر في خزانة كل شخص في ناس يقولون إن الدرس أو البلاك درس هو القطعة الأساسية اللي لازم تكون متوفرة عند كل الناس أنا براي البلاك أوتفت إن جينيرال سواء كان درس أو كان سوت أو كان أي أوتفت كامل متكامل باللون الأسود الميزة باللون الأسود أو بالأوتفت الأسود إنه ممكن مثل ما قلت لكم يلعب فيه مثل الجوكر ممكن اللي يلبس كاج ولا ممكن يلبس حق مناسبة ويكون بري درسي حسب الاكسسوار أو المجوهرات اللي بنحطها معاه شخصة بها الكلام؟ هالدي تيز هذي كلها بتشوفونها في المود بورد والصور اللي بحطها بعد شوي عن البلاك أوتفت مود بورد اليوم هو البلاك أوتفت مثل ما انتوا عارفين إن عالم الموضة مثل كل شي حولنا قابل للتغيير في الاتجاهات والأساليب والاكتشافات وبعض الظواهر العصرية بمجرد ظهورها تستمر معانا للأبد مثل الليتل بلاك ترس اللي نسمع عنه واللي اكتشفتها المصممة كوكو شانيل اليوم يعتبر اللون الأسود أحد الألوان الرئيسية في أي خزانة ملابس واللي كان في السابق يستخدم كأنصر حداد فقط طبعا قصة كوكو شانيل مع الفستان الأسود ملهمة جدا إن شاء الله أذكرها لكم بالتفصيل في الحلقات القادمة لكن حاليا رح نتفق كلنا على إن البلاك أوتفت عموما مو بس البلاك درس وهو شيء أساسي لازم يتواجد عند كل شخص لأنه هو عنصر في مجال لأنه إحنا نسوي له أبغريد يعني أنا ممكن ألبس قطعة بسيطة باللون الأسود ألبسها على إنها قطعة كاجول وبمجرد إضافة بعض الإكسسوارات أو المجوهرات لها أقدر أسوي لها أبغريد وتصير بدلة ممكن تلبس في المساء وتلبس حتى حق المناسبات في ختام هذه الحلقة نختمها بأناقة ونرجع لكم الحلقة الهاية بموضوعي ديد وكونسبتي ديد كلهم لهم علاقة بالأناقة والسلوك الأنيق شرايج شرايج مربحتك شرايج هذا أخذها معي شروفها إي إي حطانا إذا شفذكرت أنا معلقتها أنا معلقتها أو بأشياء كثيرة تساعد الإنسان أن يطور حياته إلى الأفضل شنه آخر شي تخربت كل هالسوالف بنتكلم مع ضيفتنا فيها لا أجل بس الجملة هذه من كل هالسوالف أين شخصة بهالكلام بتشوفونهم بتشوفونها شخصة بهالكلام رح أعيد من كلمة شخصة بهالكلام تحجة أكشن ولا مو أكشن 3 2 1 ما قلت أكشن من غير أكشن ما أشتغل شاء 3 1 أكشن في ختام هذه الحلقة نختمها بأناقة كالعادة ونرجع لكم موضوع يديد موضوع يديد موضوع يديد